السلام عليكم اليوم التاسع من تشرين الثاني 2021 عقد اجتماع مجلس الوزراء وكانت على برنامجه مجموعة من المسائل التي نوقشت كذلك السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قدم بين يدي السادة الوزراء مجموعة من الملاحظات والتوجيهات لعل اهمها التنويه بان بلدنا يواجه تحديات كبيرة واعتادت هذه الحكومة على مواجهة التحديات منذ اليوم الاول الذي شرعت فيه العمل بجدية وبحكمة وصبر بمعالجة قضايانا الامنية والاقتصادية وغير ذلك دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء الى الحكمة والصبر والهدوء وهي الستراتيجية التي اتخذتها هذه الحكومة في معالجة كافة التحديات ولعل التضامن الذي شهده بلدنا هذه الايام في تحدياته يشهد على حجم القبول الدولي والاقليمي والمحلي لأعمال هذه الحكومة ولستراتيجياتها بلدنا ظهر خلال حملة التضامن الدولي معه إذا كل ما حدث من تحديات ظهر على أنه بلد واثق من نفسه يخطو خطاً باتجاه التقدم في علاقاته الدولية وفي مشاريعه ولذلك لقي هذا التضامن من مؤسسات دولية ومن دول ومن شخصيات كبيرة نحن حقيقة نسعد بمثل هذه الشهادات التي نتلقاها إذا أعمالنا في هذه الحكومة وإذا الحكمة والصبر والهدوء الذي نتخذه ستراتيجية وطريقة للتعامل في مواجهة التحديات اليوم السيد وكيل وزير الصحة قدم لمجلس الوزراء أيضاً تقريراً ووصفاً عن الموقف الوبائي والحمد لله الجائحة تنحسر ذلك بيّن في أعداد المرضى الذين يرقدون في المستشفيات وأيضاً في تصاعد أخذ اللقاحات والقدرة لدى الحكومة في توفيرها وفي إعطائها وصلنا إلى 110 ألف جرعة هذا أخبار مبشرة إن شاء الله ويحفظ الله الناس من أي موجات جديدة من هذه الجائحة وكان هناك أيضاً تخويل لوزارة الصحة في جلب المزيد من اللقاحات للمواطنين هذا ستراتيجي لدى الحكومة تبعتها منذ بدء الجائحة في أن تدعم وزارة الصحة في قضايا اللقاح أيضاً السيد وزير الموارد المائية الأستاذ مهدي رشيد الحمداني قدم لمجلس الوزراء أيضاً حالة الشحة المائية هذا موضوع طالما تناولناه بالنقاش في مجلس الوزراء وأيضاً طالما وفرنا التخصيصات المالية لمواجهة الشحة المائية الحقيقة الخطط الموجودة في وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات الأخرى ضمنت لنا مواجهة جيدة للشحة المائية بما يضمن توفير المياه للناس وللمزارعين ويؤمن خاصة مياه الشرب ومعروفة القرارات التي اتخذناها سابقاً في دعم وزارة الموارد المائية في هذا الموضوع اليوم كان هناك توجيه للمحافظين في كافة محافظات العراق في أن يمنعوا التجاوزات على الحصص المائية تلك التي تؤثر سلباً على المدن الجنوبية على البصرة والمدن الجنوبية تحديداً وتتعاون الآن الوزارات خاصة الوزارة الموارد المائية مع وزارة الداخلية والكهرباء في إيقاف هذه التجاوزات على الحصص المائية أيضاً بالنسبة للقرارات وافق اليوم مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المتخصصة بوضع الحلول اللازمة لإنجاز مشروع المستشفيات العامة بما يسهل بما يوفر تخصيصات ويسهل إنجاز هذه المستشفيات واستلامها ووضعها في الخدمة كذلك فيما يتعلق بوزارة النفط وهذا هو القرار الأخير كان هناك إقرار من مجلس الوزراء بتخويل شركة النفط الوطنية في وزارة النفط للتفاوض مع الشركة الكبرى شيفرون لتطوير حقول في الناصرية هذا المشروع سيوفر حقيقة فرص عمل كبيرة للمواطنين خاصة في محافظة ذيقار وبعض المدن الجنوبية كما أنه سيعمل على إدخال تقنيات متطورة للإنتاج النفطي شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا